بسم الأب والابن والروح لكدس الإله لوحد أمين أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج زبيحة التسبيح الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن معنى الكنيسة في حياتنا وتعلمنا إزاي نخش مبنى الكنيسة بالاحترام والتقدير الواجب لصاحب المكان السيد المسيح نفسه وكمان اتعلمنا إزاي نخش الهيكل ونقف قدام المسبح بخشوع اللائق بهذا المكان الرهيب وحتى كمان اتعلمنا الاحتياطات اللي لازم تكون موجودة معانا علشان اللي هيتقدم ليه التناول يبقى بقى إن احنا نتكلم النهاردة عن استعداد شخصي يعني هوجه الكلام ليه قبل ما وجهه لأي حد لازم اللي هيخش الكنيسة عشان يصلي الأداس لازم يكون عنده استعداد شخصي وخصوصا الكاهن يعني قبل بدء خدمة الأداس الكاهن لازم يستبرق أفكاره يعني يشوف أفكاره رايحة فين هي على الطريقة المسيحية ولا واخدأ اتجاه آخر لازم كمان الكاهن يراجع توبته مش معقول يكون عايش في خطية وهيجي يقف قدام المسبح ويقدم الزبيحة لازم كل واحد يخش الهيكر ويقف قدام المسبح إنه يراجع قلبه يشوف نيته يشوف حالة قلبه الداخلية اللي محدش شايفها لكن المسيح شايفها وعشان كده علمونا في الاربعين يوم في الدير إنه قبل ما أعمل أي حاجة قبل ما أصلي قبل ما أبدأ أصلي صلوات الأداس لازم أصافح إخواتي الكاهنة يعني علامة مرئية عن طيب الخاطر اللي بيني وبينهم وإن فيه بيننا وبين بعض صلحة أو سلام الخطوة الأولى اللي بتقود الكاهن للمسبح هي المحبة واستقامة السلوك لازم يكون عندي محبة للجميع ولازم يكون سلوكي مستقيم وده اللي طلبه مننا السيد المسيح شخصيا لما قال إن قدمت كربانك على المسبح وهناك تذكرت أن الأخيك شيئا عليك فاترك كربانك قدام المسبح وازهب أولا استلح مع أخيك فشيء مهم قوي إنه إحنا نعمل الخطوة دي أي واحد داخل يصلي الأداس وهيقف قدام المسبح لازم يدور على المحبة اللي في قلبه واستقامة السلوك اللي في حياته لو ان عدمت المحبة الزبيحة نفسها بتكون مرفوضة لأنه مائدة سر الشكر ما بتقبلش اللي بيكرهه بعض علشان كده الكديس غريغوريس اللهوتي بيأكد على الكاهن قبل تقديم زبيحة سر الشكر إن يقدم نفسه زبيحة فيقول ما من أحد مستحق للإله العظيم الزبيحة ورئيس الكهنة في الوقت عينه طالما لم يقدم نفسه أولا زبيحة إلى الله حية مقدسة كمان الكديس سياغنستوس يقول يخاطب كل كاهن أو يخاطب الإكليروس ويقول أنت يا من جعلت أهلا لنعمة الكهنوت يقدر بك قبل كل شيء أن تقدم زاتك زبيحة بموت الأهواء عندما تجرؤ على الاقتراب من الزبيحة الرهيبة الحاملة الحياة إذا كنت لا ترغب أن تحرقك النار الإلهي وقديس كيرولوس السكندري يقول لأن الذين يكهنون لله الكلي القداسة يقدر بهم أن يكونوا قديسين الحقيقة شيء مهم قوي لابد من التوبة في حياة الكاهن قبل ما يجرؤ أنه يخش الهيكل ويقف قدام المسبح ويبدأ فيه صلوات الأداس الإلهي نقاوة القلب والصلحة مع الجميع ده شيء واجب ولازم وشرط ضروري لكل كاهن هيصلي الأداس بالإضافة إلى الاستعدادات التانية اللي تكلمنا عنها في الحلقات القبلة كده وعشان كده من ضمن الحاجات الحلوة اللي علموهنا برضو في الدير في الاربعين يوم أن احنا نحرص على صلاة تحليل الكاهنة الصبح قبل الأداس نصلي صلاة تحليل الكاهنة لأنها صلاة شاملة جدا فيها كل حاجة فيها كل الطلبات وبنقدم فيها الشكر ربنا وبنقدم الطوبة وبنطلب استقامة السلوك من ربنا فبتكون صلاة حلوة جدا فيها استعداد للكاهن قبل ما يبدأ يصلي الأداس يبقى خطوة مهمة قوي قبل ما هنبدأ نصلي الأداس هو أن احنا نجهز المزبح اللي هنرفع عليه زبيحة الأداس لكن خلونا نتكلم عن الموضوع ده بنعمة ربنا الحلقة الجاي أما إلى هنا فقد أعاننا الرب الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين